رسالة الله للحكام ومحبة الأرض والوطن وبيكتشف هو الإنسان كم يحتاج عشان يعيش مليون 2 مليون كحاكم أوكي بس مليارات شو عم بتعمل في هاي المليارات كم مستشفى بنيت كم مدرسة بنيت كم جامعة كم فقير أسعد طبعا شيء يعني شيء غريب جدا تعرفوا الكتاب عفوا في سفر الخروج صحاحة يعني بيتكلم الكتاب في وصية كتير كتير مهمة موسى بيحكي عنه لما يعني حطيته في قلبكو تختاره ملك مع أنه الملك هو الملك لله بس إذا حطيته في قلبكو تختاره ملك يكون من إخوتك مش غريب يعني مقصود مؤمن شخص بحب الله مؤمن من وسط إخوتك لاحظ بعض التعليمات شو بيقول للملك لا يكثر له نساء لألا يزيغ قلبه لا يكثر له الخيل ولا يكثر الفضة أو الذهب فضة وذهب لا يكثر حتى بقول يكتب لنفسه نسخة من الشريعة يعني كل حاكم يكون عنده نسخة من الكتاب المقدس صدقني مش محرف هذا الكتاب لأنه لما بتقرأ رح تنزهل أوعك تسمع كذب الناس أو بعض القيادات الدينية للأسف اللي بقولك الكتاب محرف عشان ما تقرأ الكتاب لأنه إذا قرأت الكتاب مقدر رح تتغير رح تشوف تفوق كلام الله فعن بيحكي للملك ما تكثرش خيل ولا نساء ولا فضة ولا ذهب وكل هاي الأشياء يعني بولوس بيتكلم نتيمو ثاوس أنه زاغ عنها قوم وصاروا إلى الضلال وصاروا بيتبعوا تعليم تختلف حتى عن قوانين كل البشر لما أنا بفتخر قديش البناء أعلى والقصر أجمل والدهب الأكتر والفضة أكتر والغنى الأعظم تذكر أنك أنت قدوة أنت قبل مجتمع أنت مش منفصل إذا أنت عشت في قصرك والمجتمع تبعك عايش في عالم تاني حتى لو مين ما كان أقوى دولة تحميك من جوه رح يكون الفساد من جوه رح يكون الضمار من جوه رح تكون النهاية ترجمة نانسي قنقر